الانفجارات التي عصفت بمنظومة اتصالات حزب الله ما يزال الغموض يلفها تظهر بعض الخيوط في هذه الدولة أو تلك التي قد تؤدي إلى فهم ملابسات ما جرى سرعان ما يتبين أنها غير كافية لا تبدو الصورة واضحة لكن بعض ملامحها كشف عنها مصدر اللبناني يقول إن أجهزة الاتصال اللاسلكية التي انفجرت في الموجة الثانية زريعت فيها بطريقة يصعب اكتشافها مادة شديدة الانفجار تعرف باسم بيتين يبرز سؤال هو في أي موضع بالجهاز زريعت يأتي الجواب من شركة آيكوم اليابانية التي أوقفت انتاج هذه الأجهزة قبل عشر سنوات والجواب هو يصعب زرع مواد متفجرة في قلب الجهاز رجحت الشركة دمجها في البطاريات المنفصلة لكن مصدر اللبناني كشف عن وقوع الانفجارات حتى في الحالات التي كانت فيها البطارية منفصلة عن بقية الجهاز يزداد الغموض بشأنها أما أجهزة النداء المعروفة باسم بيجر التي تحمل علامة جولد أبولو فلها قصة أخرى يكشف مصدر أمني أن ثلاثة غرامات من المتفجرات كانت مخبأة فيها قبل أشهر من التفجيرات كان الحزب على ثقة بأنها آمنة سلما أعضاءه أجهزة جديدة منها قبل ساعات من تفجير الآلاف منها وفق مصادر أمنية تكشف مصادر لرويترز عن أن الحزب فحصل أجهزة بعد استلامها بما في ذلك السفر بها عبر المطارات للتأكد من أنها لن تؤدي إلى إطلاق الإنذارات لم تحدد أسماء المطارات يعتقد مصدر أمني أنه من الصعب للغاية اكتشاف تلك المتفجرات بأي جهاز أو ماسح ضوئي يثار تساؤل هنا عن مكان تصنيعها تنفي الشركة الأم أي جولد أبولو التي تتخذ من تايوان مقرا لها تصنيعها للأجهزة المستخدمة في الهجوم تقول إن شركة بي اي سي ومقرها المجر هي التي صنعتها لكن المتحدثة باسم الحكومة المجرية قال إن الأجهزة لم تكن في المجر مطلقا وإن الشركة ليس سوى وسيط تجاري تتجه الأنظار نحو بلغارية إذا فادت مصادر وصفت بالمطلعة بأن شركة مسجلة في بلغارية استوردت أجهزة البيجر ثم باعتها لاحقا إلى حزب الله غير أن جهاز الأمن البلغاري أكد أنه لم يتم استيراد أو تصدير أو تصنيع أي أجهزة في بلغارية من تلك التي استخدمت في هجوم لبنان وفي ظل هذا الغموض يبرز الدور الإسرائيلي يكشف مصدر أمني غربي أن وحدة الاستخبارات العسكرية السرية 8200 في إسرائيل كان لها يد في تصنيع أجهزة البيجر يوضح مصدر أمريكي أن التخطيط الإسرائيلية لهذا النوع من الاختراق لسلسلة التوريد استمر نحو 15 عاما المخطط شمل شركات وهمية وواجهة من ضباط المخابرات الإسرائيلية مخطط لم ينجح حزب الله في إحباطه رغم نجاحه سابقا وفق مصدر أمني في إحباط عمليات استهدفت أجهزة استوردها الحزب منها هواتفه الأرضية الخاصة ووحدات التهوية في مكاتب المجموعة